شاورا جاتسي كومستاتي عمليني النهاردة رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلو فاتشلو وقناتنا بارا كونسانا حلقتنا النهاردة مهمة جدا 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 لأي حد لسه بادي يتعلم إطاري عشان هنتكلم فيها عن إي برونامي برسونالي إي برونامي برسونالي يعني الدماير الشخصية أو الدماير الفاعل فيه ناس كتغالي عليها جدا وما زال تغالي عليها طبعا طلبوا مني ان انا اعمل حلقات لمنهج سنة أولى سنوى عام عشان الناس الليسه دخل جديد وعشان يتابعوا معانا وما يحتاجوش ولا يروحوا دروس برا ولا يعملوا حاجة غير انهم يتفرجوا على حلقات فانا عايز اقول لهم ان الحلقة دي مهمة جدا جدا وهي في منهج سنوى فايريتي يكونوا شايفيننا دلوقتي وبيتبعونا تعان شوف مع بعض إي برونامي برسونالي دماير الشخصية اول حاجة عندي إيو إيو يعني انا اهو من غير ما اقول العربي ومن غير ما اضغبط في العربي ما بينهم وبين بعض اميزوا بالإشارة اللي انا بعملها معاكو دلوقتي على الشاشة إيو تو تو وتو معناها انت هل دايما في الجمل بتيجي تو على طول مباشرة ويقول لي تو فانت بتختار الفعل اللي جاي بعد كده معاها لا هقولك اوقات بتيجي تو جاي مباشرة واوقات تانية بتيجي اسم مفرد وفيرجولا بعدها كده فصلة صغيرة لان في الكتابة انا مش عارف اذا كنت بكلم حد مخاطب قدامي ولا اذا كنت انا بتكلم عن حد غائب فعشان كده بدأوا يميزوها في الكتابة من العلامة الفصلة لجنب الكلمة زي مثلا مقول كارلو انا في الشافع وهو انت فهمت ان انا بنادي عليه وقدامي لكن في الكتابة ايه اللي هيميز لي اذا كنت بنادي عليه و اللي بقول هو هل يا الفيرجولا دي فان ماجي مسلا اقول كارلو ساي اجتسيانو انت مصري طبعا هندرس كمان شوية للحلقة الجاية ان شاء الله على طول فيربو اسر اللي هي ساي دي متصرفة مع التو معناها انت تكون مصري تمام كده يبقى يا اما تيجي تو مباشرة يا اما تيجي نومي اسم سينجولاري سواء ولد او بنت وجنبه فيرجولا يبقى انا كده برضو بنادي عليه تمام ثلاثة لوي اهو بشاور على حد مش موجود فبقول لوي يعني هو لي هي والاتنين دول في اي مع الافعال بيساوا بعض دايما يعني انا لما اجي اقول مثلا مع اي فعل هتلاقي اللي بياخدوا لوي هو هو اللي بياخدوا لي انا مش عايز اعود احط جمل على افعال الا لما ندرس الافعال في الحلقات الجاية تمام لما هم تذكروا كويس جدا ضمير الفاعل نطقها ومعناها تمام هل في مديل للوي واللي طبعا فيه لما لاقي اسم شخص على طول لما اقول ماريا لما اقول كارلوم اقول سارم اقول انا اول ما لاقي اسم ولد او بنت وبعدين النقط يبقى انا على طول فهمت كده ان هي لوي او لاي عندي بعد كده نوي فهمتوا ام الاشارة دي نوي نوي يعني احنا دايما بعمل كده انا من ضمن الكلام لان دي كده ضمير الجامع بتاع الايو ايو الوحدها انا طب ايه البديل لو ما لقيتش النوي مكتوبة هلاقي ايو ايه نومي انا واي اسم تاني الايو الوحدها مفرد لما اكون انا وحدي بقى ايه نوي في العربي كمان في الإيطالي فبقول ايو ايه باولو سيامو ايجي تسياني يعني نكون مصريين تمام؟ هندرس برضو سيامو دي لما ندرس بربو اسري ان هي بتيجي معا النوي بعد كده عندي هي يعني انتم تمام؟ المديل بتاعوف انا ادي نومي بلورالي وزي ما في التوب بلاقي فيرجلا معناها انت في الجامع بلاقي اسم الان sang و فيرجلا معناها انتم زي ما قول رغو Vehكتس Y وزي ما قولce وفيرجلا يبقى انا بنادي عليهم لكن عندما اكون بيادي فيرجلاب، يبقى انا اشوف لديهم تمام تمام عندي اخر حاجة من الاشارة دي نفهم هم اللي هي اسمها لورو لورو يعني هم وكده ناس مش موجودة وباليه البديل بتاعها ان انا لقي اي اسم جمع اي بامبيني تبقى هم لورو المدارس تبقى هم تمام اي اسم جمع بيبقى على طول لورو في حاجة تانية اه لو لقيت لوي اي اسم هو وحد يبقى همك لو لقيت لي اي اسم هي وحد يبقى همك زي ما احنا في العربي بالزبط بنعرف نحدد ده هو الضمير ايه كمان كده في الايطان لو فهمت الجملة بس كده هم دول ضمير الفعل اللي عندي تعال قولهم كده بقى على بعض عشان نحفظهم نغمة واحدة يلا بينا ايو تو لوي لي نوي في لورو بس كده خلصت حلقاتنا النهاردة وانتظرويني بحلقة جديدة وما تنسو الشير كتير لكل اصحابكم علشان يستفادوا معنا بحلقتنا وبالذات الناس اللي دخلي تقول لسانة وبالسماية دي ايطالي تمام؟ سمعيني كويس؟ بابيناي اشوفكم على خير المرة الجاية معاكم سارة البحر اشتركوا في القناة